كل شاب يمر على هذه الحواجز هو عرضة للخطف من قسد لكن المأساة لم تقف عند ذلك بل كثفت الميليشيا حملات المداهمة في مدينة منبت شرق حلب لخطف أكبر عدد ممكن من الشبان تمهيدا لزجهم في التجنيد الإجباري أما من يرفض التجنيد فسيزج في سجون الميليشيا أو يقتل كما حدث لشاب في قريط الشياب شرق المدينة لا يعرف على وجه الدقة عدد المغيبين في سجون قسد لكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان أكدت اختضاف الميليشيا 229 شخصا في الشهر الفائت محتلة بذلك المرتبة الثانية بعد نظام أسد في عمليات الاعتقال التي يبدو أنها آخذة بتصاعد لا سيما بعد شروع قسد ببناء سجن جديد جنوب الرقة ما يظهر زيفة دعاءتها بتبيض سجونها التي يؤكد الخارجون منها تعرضهم لأنواع من التعذيب كتلك الممارسة بسجون أسد لم تعد منطقية شماعة داعش التي تكررها قسد لتبرير انتهاكاتها فباتت الميليشيا تمارس جرائمها عالنا مستهدفة حتى النساء كما ترصد مثل هذه المقاطع وهنا تبرز تساؤلات عردت فعل العشائر العربية إزاء هذا الواقع والسؤال الأبرز عرد المكون العربي في ميليشيا قسد الله اشتركوا في القناة